إيماني إطلاق لإرساليتك وإطلاق لدعوتك للمكسيمم إيماني ليوسف مشاركة يوسف اللي احنا شاركناها في أول الصبح أمر فرعون فأخرجه من السجن فأسرعه به من السجن فحلقه وارتدى ثيابه جديدة ووقف أمام فرعون إيماني إنه ده الزمن نرى حبت آيات أنا مش ولا حوعز ولا حعلم ولا جون ولا مجرد حننهي المؤتمر مزمورة نين الساكن في السموات يضحك الرب يستهزئ بهم يتكلم عليهم بغضب ويرجفهم بغيزه يقول كده أنا قد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي على المدينة في ملك واحد في المدينة إني أخبر من جاهة قضاء الرب قال لي هو ده التشريع أنت ابني أنا اليوم ملتك اسألني فأعطيك الأمم مراسا أقاسي الأرض ملكا لك تعطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم فالآن أيها الملوك تعقلوا تأدبوا يا قضاة الأرض عبودوا الرب بخوف واحتفوا برعد قبلوا الإبن لألا يغضب فتبيضوا من الطريقة زي مزمورة 24 فهو في تسلسل في الإعلان ففي نبوة في أول مزمورة 24 قد صارت الأرض للرب ولمسيحه أو هذا المعنى يعني الآية دي من رؤية 15 بس مزمورة 24 للرب الأرض وملؤها الساكنون والساكنين فيها وبعك وراها يطلع يقول فمن يصعد إلى جبل الرب لسالك بالأمانة المستقيم والشكلة مش مزبوط وبعك يختم الذي يصعد إلى جبل الرب دولا بيقولوا ارتفعيات والأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد زي ما فيه تسلسل بيدي سلطان لحد يقف قدام الأبواب ويقول ارتفعي مزمورة 2 فيه تسلسل بردو وتسلسل الحالة في الأرض ارتجت الأمم ارتجاج تهيج وتجيش الجبال بتموها الأمم والممالك الأرض وفي المقابل المشهد اللي فوق الساكن في سموات يضحك بهم واللي بيحسم المفرقة ما بين اللي بيحصل في الأرض وممالك الأرض واللي حاصل في السماء والرب لازي يضحك ان فيه تشريع اني اخبر من جهة قضاء الرب التشريع بيأتي بقلب الآب على الأرض لصنع أحكام السماء على الأرض فالسماء الرب بيضحك في الأرض ارتجت الأمم وتفكر شعوب الباطل اللي بيحسم الموقعة التشريع موجودين؟ هذا التشريع مرتبط بالأمم ومرتبط بالحصاد مرتبط بالاستعلان بتاع الملك لأزمنة طويلة لأن الكنيسة كان فيها ملوك ملوك سوري مش ملوك كانت بتعتمد على مسحة موسى أبو عصايا فكانت الأمم بتعرف تضرب لكن لما الكنيسة تبقى صف واحد هنا سيعلن إن في ملك واحد في صيون مفيش راجل بعصايا نيخبر من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني مفيش غير ابن واحد اسألني فأعطيك الأمم مراسة أنت تشريع الآن أيها الملوك تعقلوا مش عشان بنعلن إحنا ملوك فمعنى كده أنه أيها الملوك تعقلوا أنتوا بقيتوا ملوك من فين من ملك الملوك قبلوا الإبن تأدبوا يا قضاءة الأرض أعبدوا الرب بخوف يؤيل ثلاثة يؤيل ثلاثة نادوا بهذا بين الأمم هذه المشاركة ليها علاقة بالأمم ليها علاقة بالإرسالية ليها علاقة بإطلاق الإرسالية في حياتكم نادوا بهذا بين الأمم قدسوا حربا انهدوا الأبطال يتقدموا يسعد كل رجال الحرب اتبعوا سكاتكم سيوفا مناجلكم رماحا ليقل الضعيف بطل أنا اسرعوا وهلوموا يا جميع الأمم من كل ناحية اكتمعوا إلى هناك اكتمعوا إلى هناك أنزل يا رب أبطالك تنهد وتصعد الأمم إلى وادي يهوشفات لأن هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم وادي يهوشفات هو الوادي اللي بيحصل فيه تست لكل الأمم تكنولوجية ودي يهوشفات هي تكنولوجية لا تعتمد على شيء اعتمد على كلمة الرب آمنوا بأنبياءه فتفلحوا ده يهوشفات فابتدأ الشعب بالتسبيح والغناء فجعل رب أكمنى على بني عمون وبني عناق وبني سعير فصاعد بعضهم على إهلاك بعض فتصعد الأمم إلى وادي يهوشفات لأن هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية أرسلوا المنجل لأن الحصاد قد نضج هلوموا دوسوا لأنها قد امتلأت المعصرة فاضة الحياض لأن شرهم كثير جماهير جماهير في وادي القضاء وادي هوشفات بقى وادي القضاء أو في ترجمة تانية في العبري وادي القرار وادي اختيار الطريق يما تختار التواضع والإيمان وأن تقبل الإبن يما تختار أنك تعمل لنفسك اسم فالرب يقطع رأسك لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء الرب من صهيون يزمجر عدد 16 من أرشليم يعطي صوته فترجى في السماء والأرض عدد 17 فتعرفونا أني أنا رب إلهكم ساكنا في المدينة ساكنا في صهيون جبل قدسي تكون أرشليم مقدسة لا يكتاز فيها الأعاجم فيما بعد أمين بس أنا قريت تشاهدين وأنا زي ما اتفقت معاكم مش عايز أوعز أو أشارك لأنا عايزين عشان نلحق إخوتنا المسافرين في ناس مش يفوه بس ده مش صوت ملايكة على أشجار البكة ألا ما تسمع صوت خطوات اطلع حارب بس برضو كويس التمييز دولا شكل العروس بيتغير في هذه الأزمنة إلى الصورة اللي في قلب الآب لها شكل العروس بيتغير إحد التكلفات على هذه الخدمة هو إطلاق الأبطال وإطلاق شكل العروس للأزمنة الجديدة شكل العروس بيتغير في هذه الأزمنة إلى الصورة اللي في قلب الآب للعروس والعروس ده مش حاجة غريبة العروس ده حضرتك وحضرتك فمحتاج أنك تخلع القديم عشان تلبس الجديد تخلع مستوى خدمة موسى أبو عصاية لمستوى خدمة يشوع اللي فيه الشعب كله بتحرك كصف واحد بيحمل تابوت العهد كله بتحرك وان وكل الصور بيقع في مكانه لأن الشعب كله بيتحرك كوان شكل العروس بيتغير لأن لما العروس انحصرت في الواحد لم تختارق للأمم نهاردة يعني في المشاركة دي هشارك حبة حاجات كده يعني ايه أسباب ضعف العروس في المرحلة اللي فاتت ولما بيقول العروس بقعني كل واحد فينا وبقعني العروس بصورة عامة اوكي فالجمع اللي جاي انا بقولك دي شخصية وفي نفس الوقت عامة ايه أسباب ضعف العروس في المرحلة اللي فاتت من المينيا لأ دي من قصيود بقى مينيا ده بحري اسكوتي اكيد اكيد اين هذين يصدرون هرين وينكوت لبقى أخواتنا من الأردن يعني هرين وينكوت أو من لبنان محدش يعرف يعني هرين وينكوت من سواء بس فكان الرب قاعد هو كل انحصاره وكل انشغاله وعمال بيخبط بيده على فخذه على ضعف الكنيسة مش على اللي في قلبه اللي اللي عايز يسكبه في الكنيسة ثلاث نقط قدت إلى ضعف العروس في المحرارة اللي فاتت انحصارها في ضعفها أو في خطيتها نمر اتنين انحصارها في احتياجاتها ان كل واحد بقى بيطلب انا محتاج انا عايز انا 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 وثلاث حاجة ان تصورة الكنيسة ان المكسما من اللي نجحها انها تحافظ على نفسها ثلاث اسباب لضعف الكنيسة في المرحلة اللي فاتت انا بتكلم في السياسة كده بس لما بقول الكنيسة انا بقول علينا على الواحد فينا وعلى الجسد كله على العروس كلها اللي احنا جزء منها بس فالمرحلة اللي فاتت كان كل انحصار على ضعفنا كل انحصار على احتياجاتنا كل توقع ان المكسما اللي نقدر نعمل ونحافظ على نفسينا وكده يبقى انجزنا انه والثلاث اسباب دولا ادوا الى زيادة الخطيئة لانه اول ما بنحصر في ضعفي بيزداد ضعفي اول ما بنحصر في انجيل الخطيئة بتزداد الخطيئة زي اللي بيعملوا كيك بيقلبوا في الخميرة في الخميرة تنفش اخواتي من المانيا بيعملوا كيك لس اخواتي من القاهرة بطلوا يعملوا كيك بيشتروا جاهز منجين ده اعلان اختي بتعمل لسه كيك انا ف فلما الكنيسة قاعدت تقلب في ضعفها الضعف نفش لما الكنيسة انحصرت في احتياجاتها ولا اخدت حاجاتها ولا اخدت احتياجاتها ولا ارتاحت لما الكنيسة انحصرت ان المكسما منها تحافظ على نفسها فقدت الجيل اللي جاي انتو جمال هممكن نصلي كذا لما متفقين هممكن نصلي يمكن في نقاط تانية بس دولة تلات نقاط اللي ربنا الهاب قلبي ضدهم انحصار في الضعف انحصار في الاحتياجات ادراك خاطئ للمكسما بتاع هدف وجود الكنيسة في هذا الزمن على الارض ارمية واحد وخمسين ارمية واحد وخمسين عدد عشرة قد اخرج الرب بالرنة قد اخرج الرب بالرنة فكين يهو شعل كاهن قال له كده اول انت ورفقائك رجال اية ان سلكت في طرقي ان حفظت شعائري فانت ايضا تدين بيتي اعطيك مسالك بين الوقفين انت ورجال رفقائك الجالسون امامك ايضا تدين بيتي فانت وارغور ايضا تدين بيتي ايضا تدين بيتي أزمنا وأزمنا قد أخرج الرب بالرنا هلما فنقص في صحيون عمل الرب إلهنا سنه السهام دي الآية أنا عايزة وصلها عرف السهام وأنت بتسن السهم علشان سنه السهام أعدوا الأطراس قد أيقذ الرب روح ملوك ما دي لأن قصده على بابل أن يهلكها لأن نقمة الرب نقمة هيكله نقمة الرب نقمة هيكله على أسوار بابل إرفعوا الراية شددوا الحراسة أقيموا الحراس أعدوا الكمين لأن الرب قد قصد وأيضا فعل ما تكلم به على سكان بابل أيتها الساكنة على مياه كثيرة ده تشريع الوافرة الخزائن قد أتت آخرتك كيل اغتصابك قد حلف رب الجنود بنفسه لأنك أناس كالغوغاء فيرفعون عليك جلبة صانع الأرض بقوته مؤسس المسكونة بحكمته بفهم ممد السماوات إذا أعطى قولا إذا أعطى تشريعا إذا أعطى قولا تكون كثرة مياه في السماوات يصعد السحاب من أقاس الأرض صنع بروقا للمطر وأخرج الريح من خزائنه مستوى الموجهة اللي حاصل ما بين مدينة الرب القوية وكل هيكلة إبليس عملها على مدار السنين زي ما اتفقنا من أول سفر التكوين لآخر سفر الرؤية فيه ستركتشر الرب بيبني وفيه ستركتشر إبليس بيقلد أنا بواقف نفسي فيه كنيسة من كناية السفر الرؤية اسمها ثياترة في مدينة ثياترة ولما تقرأ كده ده فيلم ولا تليفون حسدي مقدمة فيلم نيتفليكس كمان اللي جاي منها هي كلمة يونانية ثياترة اللي جاي منها ثياتر وسياتر يعني مسرح في أجواء التقليد بتنمو وتترعرع إيزابل أعرفين إيزابل؟ إيزابل هو التحكم بالترهيب وبالتخويف وبالتدين وبالتمثيل وبالنجاسة في أجواء فيه كنيسة اسمها ثياترة كنيسة كاملة فدي كنيسة بيأتي زمن كل تمثيل وتقليد لأن في أجواء التمثيل والتقليد إيزابل بتطلع وإيزابل بتخرج واجهها القبيح اللي مليان تحكم ومليان عشان كده خطورة منسوها نعمل إيه خطورة التحكم إنه بيطلع إيزابل في الكنيسة فلما تقرأ كده في الرؤية في كنيسة ثياترة إنه عمل مواجهة مع إيزابل أنا بصنع بديكي وقت كده وقت جريس نكتوبي خطورة اللي بيقع فيها قادة الكنيسة هو التحكم من خلال التلاعب من خلال الكلام من خلال العلاقات اللي من تحت لتحت هذا الروح اللي بيحمل تحكم في control في manipulation في تلاعب في القصة دي ده بيحصل في التمثيل في الثياترة فتلاقي المنظر كأن الكنيسة زي الفل بس الكنيسة مش زي الفل لأنه فيه حاجة مش مظبوطة ورب بيديها وقت لكي تتوب ده مربوط باللي احنا بنحكي فيه لأنه إبليس دايما يحب يعمل structure مشابه للحقيقي بس فاقد القوة مليان بلاستيك وفي نفس الوقت مليان إيزابل والرب بيأتي زمن ويخرج رب البر فيقضي على كل حاجة فيها التواء فيها روح تحكم فيها روح إيزابل فيها فيها التلوث اللي بيحصل في نقاء الملكوت في نقاء المية اللي خرجها من العرش بدون تدخل بشري في نقاء بتاعت النهر لأنه أنهار واسعة الشواطئ ما بيصيرش فيها مئداف حد ما فيش واحد ماسك عصايا ولا سفينة عظيمة ولا كبريا ليه لأن رب قاضينا رب مطلق الشريعة رب قاضينا رب شارعنا فأزمنة التشريع وأزمنة القضاء مربوطة بملكوت بيور ما فيهوش تلوثات قادة ولا مش بتكلم على ما تروحش بزهنك الحاجة بكلم نفسي وبكلم كل حد عشان كده الملكوت صف واحد ما فيهوش تلوثات قادة بيؤثروا على العمل بتحكمات عشان كده رب بيطلع نقاء في العروس في الزمن اللي جاي لأن نقاء العروس لا يسمح لحركة إيزابل من التحكم ففي أرمية ده مثال أنت لما تبص على أرشاليم وبابل طول وقت في كتاب مؤدس بابل طول وقت بتقلد أرشاليم مبارح لما كنت بحكي فكين المربع والمدينة النازلة مربع كل الناس توقعوا أنها راح على الحاجة وأنا مرضيتش أقولها عشان نحن على الهواء لأن برضو إبليس قلد مربع مكعب وحطه في حتة كده وبالتالي فطول الوقت في تقليد في تقليد للصناعة في تقليد للصناعة السماوية بصناعة أرضية طول الوقت طول الوقت في محاولة ثياترة في محاولة مسرحية لتقليد ما يصنعه الربا ففي أرشاليم وكي في بابل في عبادة في أرشاليم طب حنعمل مذبح وحنعليه علشان نوصل للسماء ليل القصة كلها عزي حنوصل للسماء أرشاليم دي مفتوح على السماء وإحنا حنوصل للسماء برضو طول الوقت هناك محاولات للتقليد فبعد حنحت جوه كنيسة زي ما حكتلك في كنيسة ثياترة ففي أرمية واحد وخمسين بيصنع قضاء فبيقولك سنو السهام أعدوا الأطراس لأن فيه تشريع فيه قضاء فيه قضاء قد أتت آخرتك صانع الأرض بقواته وده اللي أنا عايز أوصله بس صانع الأرض بقواته مؤسس المسكونة بحكمته إذا أعطى قولا أول ما يخرج تشريع فيه تشريع لازم يخرج من بقك أنت يعني النهاردة فيه تشريع لازم يخرج من بقك أنت من أجل إطلاق دعوتك بلا سقف بلا سقف إطلاق دعوتك بلا سقف بلا الثلاث أسباب الضعف وخدهم على نفسك بقى انحصار في ضعفك انحصار في احتياجاتك المكسيمان بس أنك تحافظ على نفسك مهم جدا أنك تصلي ضد الثلاثة دولة وتشريع ضدهم انحصار في ضعفك انحصار في احتياجك انحصار في إن المكسيمان بس أنك تحافظ على نفسك والقصة كلها نو أنت موجود هنا القصد أكبر من كده من انحصار في ضعفك وانحصار في احتياجاتك والمكسيمان أنك تحافظ على نفسك رمية 13 أنا قلتلك لن أعلم أن أت violet رمية 13 هذا وانكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمننا انكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمننا قد تناهى الليل تقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس إيه هاللويا أسلحة النور ده عنوان لوحده أسلحة النور حضرتك عندك فاكرين سنه السهم سنه السهم أسلحة النور وربط الكلمتين دولة ببعض زمان كنت ممكن تعلق كده ورق كنت أنا بعمل كده علق في ورق على الحيطة في القوضة عندي التعبيرات اللي رب ينشن عليها في الموسم فأسلحة النور في أسلحة مليانة نور لحياتك كتب سلاح البر مثلا في كورونسوس إلى اليمين واليسار بقرى المشهد دايما كده كأن في إيدي سيف في أحد السيوف اسمه بر وبقطع به إلى اليمين واليسار في أسلحة التواضع في أسلحة المحبة في أسلحة غسل الأقدام كل دي أسلحة بر أسلحة نور والرب بيدي كنيسة أسلحة علشان قد تقارب النهار لنستيقظ من النوم إحنا عارفين الوقت لأن في حاجة بتحصل في العروس في هذا الزمن لكي يخرج النور ويخرج البر كضياء بطريقة غير مسبوقة شكل العروس في الزمن الجايب يختلف تماما ومهم من حضرتك وحادثك بأسلحة النور تحارب سنه السهام سنه السهام لأن الرب يصنع قضاءا على كل زيف على كل هيكلة وقفت كل بابل وقفت ضد إطلاق الملكوت بدون دخول معظمكم سمعني أنا يعني إعلان بابل أو إعلان رؤية 18 رؤية 18 أنا بختم رؤية 18 رؤية 18 من الصحة الجميلة هو القضاء على بابل خروجوا منها يا شعبي لا تشتركوا في خطاياها لأنها تأخذوا من ضرباتها خروجوا من ال性ثور الأرضي النفساني خروجوا من ال性ثور الطبيعي كل الناس بتعمل كده كل ناس بتعمل كده خروجوا منها بتركوا ال性ثور ده خروجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها لألا تأخذوا من ضرباتها اللي بيعجبني ما عرفش أنا شركت فين في حتة اللي عجبني باب الهايلمان اللي موجود من أول سفر التكوين لغاية سفر رؤية الكتاب مؤدس يقول كده في آية عشرة المدينة العظيمة بابل المدينة القوية وقت تعبير الجميل أوه لأنه في ساعة واحدة جاءت دين وانتك بعضكم واضح كان موجود في الاجتماع أنا مش فاكر إيه متى قلت كل بابل خلصت في ساعة واحدة ولو أنت بتقول لا يمكن ما قصتش نط معايا لآية 17 لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا في ساعة واحدة كل هيلمان بابل خلص عدد 19 قلقوا طرابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلا ويلون ويلون المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها لأنها في الرب حريص يقول لك إنها في ساعة واحدة ما خدتش غلوة من ربنا يعني في ساعة واحدة كل هيلمان ده خلص فتصور بقى لو في ساعة واحدة بابل كلها خلصت يبقى في قد إيه ضعفك يخلص لو في ساعة واحدة بابل خلصت فيبقى كل الواقف ضد إطلاق يوسف من السجن للوقوف المكسيمم بتاع الدعوة على حياته يقول لك سريعا أخرجه يوسف من السجن سريعا حلق سيابه لبس حلق دقنه لبس السياب الجديدة وسريعا وقف قدام فرعون ده ده بابل كلها خلصت في ساعة واحدة خلي بالك بابل كانت بتاجر في إيه بابل في آية 13 الآية اللي بتوجع كانت بتاجر في أكساد آخر تعبير آخر كلمتين من الآية أو آخر ثلاث كلمات من الآية دي آية بتوجعني قوي بتاجر في أكساد ونفوس الناس يقول لك بابل كانت بتاجر في القرفة شايفين الآية؟ يعني نفوس الناس بالنسبة لبابل زي القرفة يا فاهمين يعني زي ما بتاجر في بوهارات بتاجر في نفسيتك ده بابل ده اللي بتقدر تقدمه بابل بتعمل تحقير للقيمة عشان كده الملكوت لما يقولك إحنا صف واحد هو بتحرك ضد بابل لأن بابل هي اللي تحب تقولك في واحد ماسك عصاية وإنت بوهارات أنت مجرد بتخدم الدعوة بتاعتي أنا علي دعوة وحضرتك بتخدمني كسب أنا خادم الرب العظيم وحضرتك دورك إنك تساعدني كسب اللي أنا بتقولك أنت قرفة فبتاجر في نفسيتك ده بابل الملكوت ما بيعملش كده هل أنت هناك؟ أنا بس فبتاجر في أكساد ونفوس الناس في المقابل في المقابل ملكوت يقولك ده نحتكت الحمار فكريين الأتان 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 غالي قولوا الرب محتاج لي هل تفهمها؟ ففي قيمة لكل حد فينا في قيمة لكل حد فينا أنت مش بوهارات عالجنب في ساعة واحدة سيستم دخلص أيضا عشان أختم عشان أختم حاضر ياسوس وأنا سامع أنا سامعك من غير ما تفتحي بوقيك أنا سامعك سامع صوت الملايكة اللي بيدبه فوقينا فالرب بيخلق زي ما كنا بنصلي في الاجتماع الأولاني سلطان لأبناء ناضجين وارسين فبيخلق مجتمعات منهم وأنا حابوس على أربع سمات ليه حشارك هذه المشاركة اللي فيها أربع سمات ونصلي علشان علشان سهاج وعشان أسيوت وعشان المينيا وعشان المنصورة علشان كل بلد ممثلة فوسطينا هنا تدرك إن فيه سمات معينة تجعل اللي بيحصل فوسطيها مش تحت ظلال أنا عالجنب أو أنا محافظة صغيرة أو أنا بلد صغيرة أو أنا اجتماع صغير في مدينة في حتة وبعيد عن التكنولوجيا اللي فيها نهضة مفيش حاجة اسمها كده لأن برضو مش بس الملكوت صف واحد لأ وكل المحافظات كل جسد للرب في الملكوت صف واحد برضو فمش القاهرة قدام وبعد كده ما منصورة يعني صغيرة إنه مفيش حاجة اسمها كده هتفهم حين فمش بس على مستوى أفراد لكن على مستوى اجتماعات أو مستوى مدن ومحافظات ففي أربع صفات أنا مجغول بيها لتخلي مجتمع الأبناء الناضجين الوارسين لأن رب طلع السلطان أبناء ناضجين وارسين أول سمن هما مجتمع للملكوت يعني إيه مجتمع للملكوت يعني هما طول الوقت ده مش رعد ده مش رعد ما تخافوش ولا ملايكة برضه طول الوقت هذا المجتمع الشغل الشغل كما في السماء كذلك على الأرض وبتوقع الملكوت الآن كل مرة كل يوم كل لحظة مجتمعات الملكوت هو عبارة عن مكونة من أبناء ناضجين بيشرعه كما في السماء كذلك على الأرض الآن أنا قصد الجملة بكل كلمة فيها مجتمعات الملكوت مكونة من أبناء ناضجين دائما بيشرعه كما في السماء كذلك على الأرض الآن والتركيز على الآن فمجتمعات الملكوت الأربع سمات دولة هي المجتمعات اللي بتطلق النمو يعني أفاكرين ليه أسباب ضعف الكنيسة أنا بحكي على الأربع حاجات تقاوم اللي خلى الكنيسة تبقى في حالة هزال فنمرة واحد مكونة من أبناء سلطان أبناء ناضجين وارثين نمرة واحد بيعلنوا مجتمع ملكوت إيه مجتمع الملكوت ده هو إعلان وتشريع كما في السماء كذلك على الأرض الآن بكرة هيقولوا إيه كما في السماء كذلك على الأرض الآن طب الآن النهاردة عملت خمسين في المية ما عندهمش مشكلة لأن بكرة هيقولوا كما في السماء كذلك على الأرض الآن فيحصل ستين في المية وده جزء من الإعلان بتاعتراكم الإعلان لأن كل ما بيزداد تراكم الإعلان كل ما بيزداد استعلان الإيمان ما خدتوش بلكم كل ما بيزداد تراكم الإعلان يعني طبقة وراء طبقة فاكين وش أولاني وش تاني وش ماشي كل ما بيزداد تراكم الإعلان كل ما بيزداد استعلان يعني إظهار يعني المانيفستيشن يعني الإظهار بتاع إيمانك بيستعلن في الأرض فمجتمعات الملكوت طول الوقت بتقول كما في السماء كذلك على الأرض الآن وبكرة الآن وبعده الآن ليه كل ما بيزداد التراكم بتاع الإعلان كل ما بيزداد استعلان أو المانيفستيشن بتاع الإعلان اللي انت عمل بتغطي تشوفه أمين دي نمرأ واحد نمرأ اتنين المجتمعات دي مش مجتمعات ملكوت بس مجتمعات قوة وقداسة وما فيش مساومة بين الاتنين ما فيش حاجة تعلي عن التانية أخونا شمشون كان عنده قوة بس وكانش عنده قداسة فمضروب في المقابل قداسة فقط بدون قوة فهي كنيسة بلا شهادة زي التوب بتاع رئيس الكهنة كان فيه جرس ورمانة الرمانة دي رمز للثمار الروح القدس والجرس دي رمز المواهب الروح القدس لو القصة فيها فقط رمانات بدون أجراس ما كانش حيطلع حس لحركة رئيس الكهنة وهو في قدس الأقداس كان يبقى مات وبالتالي الكنيسة اللي ملهاش أجراس إعلان هبات وأعلان قوة هي كنيسة بلا صوت كنيسة ميتة مجتمعات الملكوت مجتمعات بتحرس على الاتنين أنا بحب أثبيها كده كأنه قضيبين قطر ما ينفعش القطر يمشي على قضيب واحد منهم أو لو قضيب شوية وبعد كده مش مكملين حتة القداسة أو مش مكملين حتة القوة فالقطر بيتقلب لأن القضيب مش مكمل قوة القداسة دي حاجة درجين درجين حاجة مشية طول الوقت من اليوم الأول إلى أن يجي اليسوع وبيحرسوا على الاتنين بنفس القوة بنفس المقدار بنفس الطول قوة وقداسة مع بعض ثالث سمة من سمات المجتمعات اللي بتختارق في الزمن اللي جاي اللي هي سلطان أبناء ناضجين وارسين فأول حاجة إن هم مجتمعات للملكوت اللي يأتي كما في السماء كذلك على الأرض الآن نمرة اتنين قوة وقداسة نمرة تلاتة هي مجتمعات نبوية يعني مجتمعات نبوية يعني مجتمع نبوي عملنا مشاركة في مرة قلنا الطبيعة النبوية بين الطبيعة النبوية للكنيسة إن الكنيسة طبيعتها نبوية يعني مش في وظائف نبوية في وظيفة النبي في موهبة نبوة لكن الكنيسة أصلا طبيعتها نبوية تقول لي يعني إيه طبيعتها نبوية دي كلمة كبيرة أولا ببساطة ببساطة هي إنها مليانة من صوت الرب مش إن فيها نبي بيقول كلمة نبوية بعصاية لا إن كل شعب الرب يليت جميع شعب الرب بمعنى إيه؟ بمعنى إن مفيش حد بيسمع الصوت بيسمع الصوت ليك كثيرين بيختبروا معايا هذا الاختبار يقول لي أعمل كده ولا أعمل كده أقول لك أوكي أنا حصلي وبعد ما صلي يقول له أوكي أنا دوري إنك أنت تسمع وأنا أكد لك اللي أنت سمعته مش دوري إنه يقول لك ربنا بيقول إيه لأزمنة سبقة كان ممكن ناس تعمل كده بس زين بيقول لك الزيت عمال بيقل في موسى والزيت عمال بيزداد في يشوع وفي يشوع القصة بتختلف تماما كل شعب الرب المجتمع كله نبوي المجتمع كله بيسمع صوت الرب المجتمع كله بيسمع صوت الرب فالمجتمع كله بيسمع صوت الرب أنت سمعيني؟ أنت سمعيني؟ مجتمع كله بيسمع فالمجتمعات دي مجتمعات ملكوت قلت لك يعني مجتمعات ملكوت مجتمعات قوة وقداسة مجتمعات ملقانة لأن الإنسان لا يحيا بالخبز لكن يحيا بكل كلمة خارجة من فم الرب كلنا حافظين الآية فهو مجتمع نبوي آخر سمة لهذه العروس المجيدة اللي خارجها ونصلي هو مجتمع في حالة إرسالية مستمر مدرك أن الهدف بتاعه مش أنه يحافظ على نفسه الهدف بتاعه أنه يعمل ريسك يعمل مغمرة إيمان لإرسال الخبر الصار اللي هو إيه إن الله بالفعل صالح العالم ودانا حاجة اسمها مصلحة تصالح مع الله تصالح مع الله الله بالفعل صالح العالم بالمناسبة أنت لما بتكرز مش بتكرز لحد أن يسوع عايز يفديه أنت بتكرز لحد بتقول لي يسوع فداك في يسوع مش حتصلب تاني لكل حد بيسلم حياته النهاردة بالمناسبة في ناس سلمت حياتها في هذا المؤتمر المش كرازي المؤتمر ده مش كرازي حد جاله خبر مؤتمر ما كانش في كرازة خالص في ناس سلمت حياتها في هذا المؤتمر ليه؟ لأنه في واحد موجود هنا في واحد موجود هنا وهذا الواحد مليان بهاء مليان مجد مليان جمال وهذا الواحد جذاب لوحده حتى لو المشاركة ما فيهاش أي حاجة كرازية فنرجع مرة تاني الرب صالح بالفعل القصة كلها أنا أول ما شخصي يكتشف أنه هو مقبول أن بالفعل ربنا مصلحه بيتصالح هو أتاري كان فاكن ربنا غضبان فأنا مش عايز حاجة من ربنا أول ما اكتشف ربنا مش غضبان ربنا متصالح أصلاً أنا اللي علي أقبل مصلحته بيكتشف أن الموضوع إيه ده أنا أتضحك عليها لسنين طويلة الهدف بتاعك أنك بتصالح كل حاجة لأن هذا المجتمع في حالة إرسالية وهذه دايماً الإرسالية بتحمل رسك هارفين يعني إيه رسك؟ مغمرة مخطرة لأنه أسهل حاجة أنك تصور للمكسيمم بتاعك أنك تحافظ على نفسك والقصد الإلهي دائماً بيحمل رسك لأنه لو ما فيش رسك يبقى ما فيش إيمان ما فيش إيمان اللي عاديين في المركب ماحتاجوش إيمان إنه ما يستمروا في المركب لكن الميشي على المية هو اللي احتاج إيمان طب فيه رسك إنه يغرق ده غير بس اختبر اختبار لامتداد الملكوت في حياته واختبر اختبار خليته هو اللي بيخترق في المقابل لباقي التلاميذ هو اللي بيخترق الأمم هو اللي بيخترق كل حاجة جديدة رب عايز يعملها في الكنيسة في المرحلة الأولى كيف تحصل مع بوتوس إيه اللي بيغرق لأنه بياخد رسك رب يحب الريسك تايكرز الذين يأخذونا المخطرة في كل مرة بس وراء الرب فمجتمعات الإرسالية مجتمعات خارجة من ذاتها خارجة وراء الإعلان بتاع المصالحة بس عايز أقولك إن المصالحة لم يش مصالحة بس لخلاص النفوس هي مصالحة صحتك مع السماء هي مصالحة نفسيتك مع السماء هي مصالحة أرضك وبيتك مع السماء أنت بتحكي للخليقة تصالحي مع الله لأن الخليقة منتظرة استعلاني يسوع المسيح إحد الصلوات اللي ممكن تصاليها للمرضى بتكلم الجسد وبتقول الجسد اتصالح مع ربنا لأن لو جسدك اتصالح مع ربنا لا يمكنها تصالح مع السماء كل مرة دي. لا لا لا. كل الناس عارف انا بتتكلم عن مين بس مش عاول اسمك. فا مقاصد الله جدا انه بيحملنا كسفراء للخليقة كلها. ان الرب كان مصالحا العالم. العالم ده كل حاجة كل خليقة كان مصالحا العالم لنفسه في ابنه يسوع المسيح. وعطانا خدمة اسمعي المصالحة. قائلين تصالحوا مع الله. امين. فاربع سمات مجتمعات ملكوت مجتمعات قوة قداسة مجتمعات نبوية مجتمعات ارسالية.